بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الكريم متابعين العزاء زيكم عمليني يا رب دام انتو كونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احباه في الله النهاردة هنتكلم عن اهم الاحلام واهم الرؤى اهم الرموز اللي مجرد منشفها نعرف ان ان شاء الله في تحقيق الامنية بتاعتنا اذا كان فيه عندنا حلم او شيء احنا بنتمنى او شيء من فترة بندعي ربنا ان هو ان شاء الله يتحقق في حياتنا نعرف ان شاء الله شيء ده يتحقق عن قريب جدا لو شفنا اي رمز او اي حلم من دول اولى الرؤى اللي بتدل على تحقيق الامنيات وعلى تحقيق اهدفنا باذن الله ورؤية النجاح في الامتحان بتشير لتحقيق الهداف اللي انت بتحلم بها ايا كانت الهداف دي سواء الهداف دي كانت يعني كم مشروع انت بتتمنىه او زواج من شخص معين او وظيفة انت بتسعى عليها او الحصول على ترقية ايا كانت الامنية اللي انت بتتمنىها رؤية الخوخ للعزباء او المتزوجة من العلامات المبشرة بالخير الكتير وتحقيق الامنيات اللي بتتمنىها الفتاة العزباء او المتزوجة الخوخ الكتير بشرط ان الخوخ دي ما يكونش فاسد ويكون صالح للأكل وبقدر الخوخ اللي هي بيتشوفه بقدر الخير الكتير ان شاء الله اللي هيجيلها في الفترة المقبلة الصيارة في المنام تعد ايضا من الرؤى المبشرة وتعبر عن سير الامور تمام وفقا للحالة اللي ما يمر بيها الحالم وبتبشر ان شاء الله ربما في خير كتير وفي مال وفير للرأي دون جهد بالشرط ان العربية دي او السيارة دي يعني تكون بتصير للامام ما تكونش بتصير لورا ما بتكونش تعطل ما بتكونش يعني ماشية برضو في طريق مستقيم ما يكونش فيها اي عصرات او اي عقبات تعرف ان ان شاء الله في تحقيق الامنيات بتاعتك اللي انت بتمشي آآ ليها او اللي انت بتتمناها الحلم ايضا آآ بالعمل في مجال يعني الجزارة العزباء يعبر عن تحقيق الاهداف ايضا تعتبر ايضا للمتزوجة بيشير للفرح القادم آآ وربما للسعادة في في الحياة وتعتبر ببشارة لتحقيق الاهداف واستجابة الدعاء وربما حمل عن قريب بيزن الله النجوم الصفية في المنام من الرؤى المبشرة بتحقيق الامنيات آآ ايضا تشير الى سماع اخبار سعيدة مليئة بالفرح ربما نجاح في الدراسة او زواج للشاب او الفتاة العزباء الطماطم في المنام من من الاحلام اللي بتدل ايضا على تحقيق الاهداف ولكن بعد تعب ومشقة ولكن اكل اللحم في المنام ايضا بيعني الوصول للاهداف العليا ربما زواج ربما وظيفة معينة ربما عمل ربما مشروع حباف اللي كانت اهم الرموز اللي بتدل على تحقيق الاهداف والامنيات آآ اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا ما تنسوش لو اي حد عنده حلم او رؤية يريدك اكتبها لنا في تعليق اسفل الفيديو مع مرعات كاد بالحالة اللي هو بيمر بيها اه ما تنسوش تشرقوا في قناة وتفعالوا الجرس اشعراتكم توصل لاكبر قدر ممكن من الناس بارك الله فيكم دوم تفرعة الله وامنة وللقاء فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله